سؤال الأول في هذه الحلقة هل يمكن أن يقع الكفر بحديث النفس بدون قصد؟ هل النفور من الوساوس التي فيها شبهات وأفكار خارج الدين حتى إن استرسل الشخص معها دون كلام علامة على الإيمان؟ يا بني لقد قلنا مرارا وها نحن نؤكد إن الله جل جلاله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به هذا من الإصر والأغلاء الذي رفعه الله جل جلاله عن هذه الأمة لكن لا تستسلم لهذه الوساوس لا تستسلم لتلك الهواجس قاومها دافعها غالبها مغالبتك إياها هذا هو صريح الإيمان الوساوس من الشيطان قطعا تأتي للملاحدة وللكفر وللمجرمين ليست الوساوس في ذاتها هي صريح الإيمان أنك تستعظم أن تتكلم بها وأنك لا تلقي بالا لها ولا تقيم لها وزنا جاء نفر من الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أحدنا أن يتكلم به ما نحب أن لنا الدنيا وأننا تكلمنا به قال أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ نعم رواية أخرى اللهم هدينا سواء أسيبيرا أن الصحابة نفس الحديث برواية بألفاظ قريبة أننا نجد ما نود لو أن أحدنا يخر من شاهق ولا يجده يؤع من الدر العاشر ولا يجد هذه الوساوس المريضة التي تقلقل نخشى أن تقلقل الإيمان في قلوبنا قال أَوَ جَدْتُمُهُ ذَلِكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أموسكم والتصديق به استعظامكم لهذا شدة الخوف منه عدم النطق به هذا هو صريح الإيمان وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان الوسوسة فعل الشيطان وتسويله وتزيينه كيف تكون هي صريحة الإيمان قطعا لا مدافعتها مغالبتها مجهدتها قطع مبادئها هذا هو صريح الإيمان حديث ابن عباس لما شكله عجل ذاق قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة فبين أن قصار ما تمكى منه الشيطان أن يوسوس به إليك وقد وقاك الله من فتنته وشره بالمجالدة والمقاومة والمغالبة والمدافعة بارك الله فيكم